موسيقى موسيقى في يوم من أيام العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم عند زوجته عائشة يقاسمها فرحة العيد ويدخل عليها بهجته وبينما هم كذلك إذ سمع أصوات وجلبه فنظر فإذا هم الأحباش يدخلون في المسجد يفرحون بالعيد بطريقتهم وبحرابهم ويرقصون رقصاتهم بلغتهم فلما رأى هذا المنظر الطريف نادى عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقال يا حميراء هل تريدين أن تنظرين إلى هذا المشهد قالت وجدت يا رسول الله فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ووقف في الباب ثم التسقت به عائشة رضي الله عنها وأرضاها من خلفه ووضعت ذقنها على عاتقه وألصقت خدها بخده عليه الصلاة والسلام وبدأت تنظر إلى هذا المشهد والرسول عليه الصلاة والسلام ينظر باستمتاع وهو يشجعهم ويقول دونكم بني أرفدة وهو لقب يطلق عليهم وكانوا يغنون ويرقصون بلغتهم أو بلهجتهم الغير مفهومة استمر هذا المشهد واستمرت عائشة تستمتع بهذه الوقفة وهذا القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا عائشة حسبك أي اكتفيتي قالت لا يا رسول الله استمر المشهد واستمرت تنظر إلى هذا المشهد ثم أعاد عليها النبي عليه الصلاة والسلام حسبك يا عائشة فقالت لا يا رسول الله وهي تقول والله ما بي أن أنظر إليهم ولكني أردت أن يعرف النساء مكاني عند الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه السلام يدرك أن هذه الصبية بحاجة إلى الاستمتاع بمشهد اللعب وبحاجة إلى الاستمتاع بالقرب منه فأعطاها ذلك وبعد مدة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حسبك يا عائشة قالت نعم قال فاذهبي ضل هذا الموقف راسخا في ذهن عائشة رضي الله عنها و أرضاها حتى ظلت تردده كثيرا في حياتها إن هذا المشهد الذي رأيناه في ذلك النبي العظيم الذي يأتي ويدخل بيته فإذا هو الرحيم الكريم العطوف على أهل بيته وهذه الوقفة وهذه الوقفة الحميمية التي كانت بينه و بين عائشة لهي وقفة تستحق أن نتأملها في زمننا هذا اليوم كم من الأزواج هم بحاجة إلى هذه الحميمية في حياتهم كم من الأزواج هم بحاجة إلى رسائل الود و الاستلطاف بالهدايا بالورود برسائل الحب كم من الأزواج هم بحاجة إلى أن يغسلوا بعض هناتي خلافاتهم البسيطة هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد الرائع و أيضا من هذا المشهد الرائع رأينا كيف أن هذا الدين يستوعب كل الثقافات بلهجاته بلغاته برقصاته حتى رأينا الأحباش يدخلون المسجد برقصتهم الخاصة و حرابهم و لهجتهم التي لم يكن يفهمها النبي عليه الصلاة و السلام و أيضا لما دخل عمر في هذا المشهد و كأنه استنكر الموقف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة و نحن نقول لكم حتى يعلم الأهباء و الأمهات و الأزواج أن في ديننا فسحة فأدخلوا للفرحة و السرورة في بيوتكم و اضردوا السآمة و الملل و كونوا كما كانوا موسيقى موسيقى للاستمتاع بالمزيد من برامج تلفزيون جيم الشيقة اشتركوا الآن موسيقى